لماذا يطارد الغراب صغار الوقواط قصة من التراث البورني هذا هو طائر النهس عندما يأتي الربيع تكون جميع الطيور منهمكة في بناء أعشاشها تبني الأعشاش كي تحفظ فيها بيوضها التي سوف تضعها بعد حين بعد ذلك ترفع فراخها من الأعشاش إنه عمل شاق ومتعب على كل حال كان هناك طائر واحد لا يبالي وغير مشغول في البناء بل يقضي وقته في اللعب والكسل هذا الطائر هو الوقواق فالوقواق لا يبني عشه بنفسه ليس هذا فقط بل إنه يضع بيوضه في أعشاش طيور أخرى ويجبرها على رفع فراخها هذا هو عش طائر النهس لكن هناك بيضة غريبة مع بقية البيوض وهذا هو كتكوت الوقواق أم طائر النهس جلبت الغذاء إلى كتكوت الوقواق كتكوت الوقواق كان بارعا وماكرا ولكن هناك قصة وراء كل ذلك السبب الذي يجعل الوقواق يفعل كل هذه الأشياء يمكن إعازه إلى البومة المشؤومة فالطائر يا إلهي تؤلمني إنه الجرح ماذا تظن أنك قد فعل؟ إنك تفترين علي لقد لمستك فقط أنذي حدثتك لقد ضربت بشدة طفل واقع ضربني بكرة كبيرة من الطين حاولت البومة أن تغيظ الغرابة بكلامها أصابت كرة الطين ذيل البومة من نهايته يا إلهي أنا حزين لأنك تتألمين يا صديقتي تأثر الغراب كثيرا من حالة البومة هذه فأخذها إلى طائر الوقواق الذي كان طبيبا آنذاك دكتور وقواق تحتاج البومة أن تكشف عليها هاااااااة تذكرت شيئا بريدك حالا واو يا إلهي تهلمني هل تستمر في علاج هذه البومة؟ إنها ماكرة ولئمة جدا لا تفعل ذلك لا تقلقي بشأن ذلك يا عجزتي فالغراب هو الذي تكفلها إن زوجة الوقواق لا تثق بالبوم كثيرا ولكن الوقواق طبيب ولا يمكنه أبدا أن يرفض معالجة أي مريض بعد الفحص الدقيق قرر الطبيب أن تأخذ الماء كأحسن علاج لها هل هذا هو العلاج؟ هل هذا سيوقف الألم؟ أنا لم أخطئ بحياتي أبدا وحتى هذه النحظة يا سيدة البومة أنا بارع واثقة البومة والغراب بكلام الوقواق الذي بدى وكأنه واثق من نفسه تمام الوثوق موسيقى موسيقى إنه لا يؤلمني هذا رائع أنا أحسن بكثير فعلا أنا أحسن يا إلهي ليس هناك أي ألم فهمت الآن لقد ذابت كرة الطين في الماء هذا هو السبب والآن عرفت وأنه أمر بسيط حقا موسيقى وبعد عدة أيام هيا يا زوجي اذهب وسترجع أجورك من البومة اللئيمة ولكن يا هيا يا عزيزي حاضر حاضر يا وقواقتي موسيقى موسيقى أريد أجوري أجوري أرجوك أن تدفعي ثمن فحصي لك لقد عالتش نهاية ذاتك أليس كذلك هيا أريد أجوري آه إني أحتاج نخوطا هل شفيتني يا لك من وقح ماء البركة هو الذي شفاني ولست أنت أعتقد أنك تعرف ذلك جيدا ماذا تقولين هربت البومة بعيدا ولم تترك وراءها أثرا يذكر لذلك فقد غضبت زوجة الوقواق وبعثت في طلب الغراب الذي تكفَل بالبومة وطالبته بدفع الأجور ها ماذا قررت أن تفعل بهذه المشكلة أنا أحملك المسؤولية وإحتار الغراب في أمره آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآه نعم بلدي سيحضر سيحضر القاضي سيحضر القاضي سيحضر القاضي سيحضر القاضي ولا سكوت هيا دعونا نبدأ يا وقوق تكلم ما مشكلتك سيدي القاضي العادل لقد علشت هذه البومة لذا فأنا أعتقد بأن على الغراب أن يدفع لي أجوري كاملة لأنه هو الذي تكفلها يا سيدي القاضي سيحضر القاضي سيحضر القاضي لا أملكم أي شيء يقول أنه مفلس أجوكم أن تنتظروا لحظة أنا سأتكلم بدلا عنه الشخص المفلس لا يستطيع أن يدفع شيئا لذا فأني أرى أن الغراب بريق بريق ربما يكون بريق بريق ربما يكون بريق 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 سأقرأ قرار الحكم سيقرأ عليكم قرار الحكم مما أنك كافير البومة عليك أن تدفع للوقواق أما إذا لم يكن عندك نقود فيجب أن تعمل لديه نعم يجب أن تعمل لديه رفعة الجلسة لا 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 بعد ذلك صار يتوجب على الغراب أن يرعى صغار الوقواق مجبدا عزيزي حسنا أهدى يا عزيزي أهدى يا حبيبي موج manque وتفعدي عمدته منذ ذلك الوقت والغراب يحمل الحقد للبومة فهو يتذكرها أثناء الأك وأثناء النزهة والتمشي كان ينتظر عودة البومة بفارغ الصبر إنه يقفز هنا وهناك يطير ويحط ثانية صار الغراب شيخا كبيرا ومنذ ذلك الوقت والبومة تنام في أمان أثناء النهار مختفية في ثقب ماء على غصن شجرة تصطاد الطعام أثناء الليل بينما يكون الغراب نائما لقد نالت البومة جزاء عدم دفعها للدين العقاب المناسب عندما حرم عليها الخروج نهارا